صرح وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو بأنه يجب أن تضافر الجهود العربية وتتكامل المؤسسات لضمان حماية الهوية في مواجهة تحديات المستقبل وخلال مشاركته بالجلسة الخامسة من مؤتمر الشارقة للدكاء الاصطناعي واللغويات شدد الوزير على أهمية التعامل الإيجابي مع الدكاء الاصطناعي وآشار هنو إلى ضرورة الاستثمار في الثقافة وضمان تأهيل المحتوى الثقافي ليكون متوافقا مع تطورات الدكاء الاصطناعي مؤكدا أن العالم يشهد تحولا كبيرا نحو الدكاء الاصطناعي الذي بات جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية حيث تداخل مع مجالات عدة مثل الطب والتعليم